ألقي القبض على خمسة تجار مخدرات وأحبطت عملية تهريب عشرين ألف حبة مخدرة وفي التفاصيل تعاملت إدارة مكافحة المخدرات مع ثلاث قضايا في العاصمة ألقي القبض في القضية الأولى على تاجر مخدرات بحوزته ثمانية عشر ألف حبة مخدرة في الثانية تم القبض على تاجرين بحوزتهما ستة ألاف حبة مخدرة وكمية من مهدة الكريستال وسلاح ناري وفي قضية ثالثة ضبطت كوادر المكافحة خمسة عشر كفة حشيش وألف حبة مخدرة بحوزة تاجر رابع وفي العقبة ألقي القبض على مشتبه به خامس كما أحبطت محاولة أحد الأشخاص تهريب كمية من الحبوب المخدرة في الرمثة